دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي مستقل في الضحايا الذين سقطوا في غارة إسرائيلية على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال وقتل 22 شخصا في الضربة التي استهدفت مبنى من أربعة طوابق في بلدة أيتو ذات الأغلبية المسيحية جبهة لبنان تزداد اشتعالا مع تصعيد حزب الله لهجمات أوقعت خسائر وقتل بين صفوف قوات الاحتلال هي الأكبر منذ التصعيد الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن نحو 115 تقاضيفة أطلق حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل ما أدى إلى أن هرع ملايون الإسرائيليين إلى الملاجئ مع انطلاق صفرات الإنذار في مناطق متفرقة بما في ذلك تل أبيب بدورها وسعت إسرائيل نطاق أهدافها ونفذت غارة جوية في شمال لبنان أودت بحيات ما لا يقل عن 21 شخصا كما أمرت سكان 25 قرية بالإخلاء إلى مناطق شمال نهر الأولي الذي يتضفق على بعد نحو 60 كم شمالي الحدود وخلال زيارة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل استهدف حزب الله بطائرة مسيرة قال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل مهاجمة حزب الله حتى في بيروت جبهة التصعيد مع الأمم المتحدة لا تزال في المشهد حيث أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام اليونيفيل في جنوب لبنان لإطلاق نار يحث الأعضاء جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقار الأمم المتحدة ويذكرون بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومقار الأمم المتحدة يجب أن لا تكون هدفا لأي هجوم وأكدوا دعمهم لليونيفيل كما يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين ومعاناتهم وتدمير بناء أساسية مدنية وارتفاع أعداد النازحين داخليا ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وترفض إسرائيل الاتهامات بأن قوات إسرائيلية استهدفت عمدا قوة اليونيفيل وتطالب القوات الأممية بالانسحاب من مناطق الاشتباك